نادراً ما يعلم الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بضرب سوريا رغم أنه يقوم بذلك منه سنوات وسنوات ولكن اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي وسوف نتحدث عن مآلات ذلك بأنه قام طاران الحرب الإسرائيلي بشأنه هجوم وغرات على قرية القصير وهي القرية السورية في داخل الأراضي السورية ولكنها قريبة من لبنان وقال الجيش الإسرائيلي بأنه قام بضربه مستودعات للأسلحة ولقوة الرضوان التابعة لحزب الله وأيضاً للوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان أضيف في البيان بأن الجيش الإسرائيلي سوف يستمر بعمليات ضرب هذه المستودعات وأيضاً كل البناء اللوجستية لإدخال الأسلحة التي يقوم بها حزب الله بدعم من النظام السوري وتم إضافة هذه الجملة بشكل لافت في هذا البيان وكأن هناك رسالة تحذيرية يرى من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل واضح للحكومة السورية بأن هذه الضربة ليست تستهدف فقط حزب الله ولكنها أيضاً تستهدف القوات التابعة لحزب الله داخل سوريا وبدعم ملحوف ومعروف من قبل الحكومة السورية التي عملياً تسيطر على منطقة القسير وعند الحديث عن القسير نتحدث عن العلاقة التي جمعت حزب الله مع سوريا وذلك خلال الأزمة السورية عندما تدخل حزب الله لصالح الحكومة السورية وذلك لإيقاف المد الذي كان يمكن أن يقطع طريق دمشق بيروت وحينها تم طلب الرئيس السوري من حزب الله التدخل والذي دخل إلى القسير التي تحولت فيها كما تدعي إسرائيل إلى مستودعات للأسلحة ولتمرير الأسلحة إلى داخل لبنان هذا فيما يتعلق بسوريا ماذا عن لبنان عن مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى التسوية اليوم مبعوثان أمريكيان التقيان نتنياه لا أعرف إذا كان اللقاء انتهى أم لا ما هي أصداء هذه المساعي في إسرائيل وكان الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين لبنان وبين إسرائيل وهذا حقيقة يبدو أيضا مستهجنا حتى إسرائيليا بأن الولايات المتحدة التي هي حليفة إسرائيل للإستراتيجية والمدافع عنها صاحبة الأساطيل التي جاءت لدعم وإسنادي إسرائيل هي عمليا تلعب دور الوسيط ولكن ذلك لم يتم تناوله في الاجتماعات الخاصة التي اعتبر فيها هوكشتين بأنه عمليا يريد أن يتوصل إلى مسودة أولى وثانية لأن هناك مسودتان للاتفاق عموما للاتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف لإطلاق النار الاجتماعات ابتداء كانت بين هوكشتين وميغروير باتجاه أن يكون هناك اجتماع مع غالانت وزير الجيش الإسرائيلي وبعد ذلك كان هناك اجتماع مع رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية وبعد ذلك مع بن يمين نتنياهو لوضعه أمام المسات الأخيرة لوضع المسودة الثانية التي يتم الحديث عنها خلال الاجتماع كان هناك خروج لبن يمين نتنياهو وذلك لبرها للاطلاع من قبل السكرتير العسكري التابع لنتنياهو حول مقتل خمسة في منطقة المطلب سنعود لذلك بعد قليل ولكن المهم الالتفاق إليه بأن الجانب الإسرائيلي المصادر الإسرائيلي أي مقربين من نتنياهو يقولون بأن هناك تفاؤل حذر أي أن هذه المسودة بحاجة إلى بعض التعديلات ولكنها في المجمل يمكن أن تكون مقبولة على الجانب الإسرائيلي والحديث أحمد عن رد رئيس بلدية كريات الشموني قال عفوا للمقاطعة ولكن الحديث عن 1701 أم 1701 بلس 1701 بلس بلس لماذا؟ لأن الجانب الإسرائيلي يطالب أولا بأن يكون له فيتو داخل جنوب لبنان يعني بعد أن يتم وقف اطلاق النار وزيادة عدد الجنود اليونفل والجيش اللبناني يحق له أن يقوم بضرب أي مكان في جنوب لبنان إذا لم يكن هناك تعامل لأي تهديد أمني من قبل الجيش اللبناني واليونفل يطالب أن يكون هناك قوات يونفل بين الحدود السورية واللبنانية علما بأن ذلك هو ليس من جملة التوصيات الخاصة بإنشاء اليونفل اليونفل لا علاقة لها بالملف السوري يطالب الإسرائيلي بأن يكون هناك وجود ومنقاط مراقبة ومتابعة بل وحتى أن يكون هناك جنسيات دولية وإن كانت روسيا لبأس وذلك لمتابعة المعابر الحدودية بين سوريا وبين لبنان يطالبون في إسرائيل طبعا ليس فقط أن يكون هناك إنهاء لتمرير الأسلحة ولكن أيضا أن يكون هناك منع كامل لحزب الله من وصول أي سلاح برا وجوا وبحرا بطبيعة الحالة عن طريق السفن يطالبون بأن يكون هناك مراقبة دولية لكل المعابر الخاصة بلبنان يعني طلبات طويلة جدا من المستبعد بأن حزب الله وأمل سوف يقبلان بمثل هكذا يعني مطالبات من الجانب الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي يلعب لعبة كان قد لعبها في السابق مع حماس وهي رفع الصقف وبالتالي تأتي حماس وتقول هذا أصلا غير ممكن وبالتالي يتهم حماس ويقول ها قد رأيتم هم لا يريدون الاتفاق يعمل نفس التكتيك وهو يرفع صقف التطلعات بشكل كبير هوكشتين ماذا يريد؟ يريد صفقة لكي يذهب إلى بايدن وإلى هاريس ويقول هاكم الصفقة التي يمكن أن تدافع عنكم خلال الانتخابات التي بقي لها عدة أيام وأن كان قد فات الأوان لتغيير موقف الناخب الأمريكي بملفات الشرق الأوسط القضية الثانية هي أن هذه المسودة التي عمليا ليست نهائية سوف يكون بحاجة هوكشتين للعودة إلى بيروت وأطلع الجانب اللبناني عليها ولكن بات من الواضح بأن فرنسا خارج الصورة تماما وهذا بطلب إسرائيلي واضح واستفزاز إسرائيلي واضح لأن عمليا نتنياهو أساء للرئيس مكرون وأراد أن يسيئ له كي لا تدخل فرنسا في خضم هذه المسألة ولا تصبح وسيطة أخرج إلى حد بعيد الروس إلا إذا كانوا يريدوا أن يكونوا مراقبين دوليين على الحدود السورية وهو يعلم تماما بأن روسيا لن تقبل بمثل هكذا موقف تحديدا في علاقتها وتموضعها داخل الأراضي السورية شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة أحمد البديري مراسل الغد